النادي الاهلي بيحقق اول انتصار رسمي له مع مديره الفني الجديد ريكاردو سوارش بالفوز على بيتروجات 2-0 في نسخة كاس مصر القديمة عشان يتأهل لملاقات نادي الزمالك في درب الكرة المصرية يوم 21 يوليو الجاري ان شاء الله اكيد اول مباراة زي ما بقول لكم دايما استحالة تستشف منها اي شي او اي تطور من المدير الفني لأي فريق جديد مستحيل صعب جدا اي مدير فني يجي خلال يومين او ثلاثة ايام يقدر يعمل اي بصمة او اي شيء في اي فريق لان طبيعة التمرين وطبيعة التدريب في الرياضة بشكل عام بيحتاج وقت عشان تقدر تقيس الامور كلها بتاعت الفريق وكمان تقدر انت تحقق اي تطور او اي او تصحيح اخطاء للفريق ريكاردو سوارش زي بالزب بالزبط ما شفناها طول مباراة ماسك ورقة وعمال يدول ولكن في التحليل ده انا هقول لكم نقطتين جودات شفتهم في لعبة الاهلي عن الفترة اللي فاتت بنسبة كبيرة عملوها عشان خاطر فيه راجل جديد قاعد على الدكة واحنا عايزين نقول لك ان احنا يجي مننا وان احنا بنتنافس بشكل قوي عشان نلعب في التشكيل الاساسي اللي انت بعد كده هتعتمد علي ريكاردو سوارش كطبيعته والمنطقي تماما هو اول ما جي قال يا جماعة انا مش هعمل اي تغييرات دلوقتي هلعب بالسيستم اللي الفريق ماشي بيه ولعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد زي ما شفنا في المباراة محمد الشناوي دخل طبعا لجع محمد عبدالمنان لعائب من الاصابة مع ياسر ابراهيم محمد هاني علي معلول حمد فتح السلية افشا حسين الشحات طاهر ومحمد شريف الطريقة المعتادة للنادي الاهلي في اخر خمس سنين بخلاف طبعا الفترة اللي لاعب فيها بيتسو موسيماني مدير فن السابق بتاتة اربعة اتنين كابتن هيسم شعبان عن ناحية الاخرى نادي بتروجات زي ما كنا بنشوفه مع السيراميكرا ما بيلقابل اهل او بقابل الزمالك بيرس الخمس مدفعين وراء وبيحط اربعة في خط الوسط وبيحط مهاجم وبيلعب بطريقة تشبه مبيقابلش الاهلي خالص من نص ملعب وبيسيب بونا اللعب النادي الاهلي يبني اللعب زي ما هو عايزة النادي الاهلي مع بداية المباراة وفي المباراة الاخيرة بعد رحيل البيتسو موسيماني شفنا اللعيبة في البداية المباراة عندهم حماس بيتحركوا بيلعبوا قراء على الارض كتير بيستغلوا المخزول البدني اللي فعلا فعلا واضح جدا النادي الاهلي بقاش يلعب كتير يعني بيدي الاداء بنفس الدرجة تسعين ديئة واضح جدا جدا النادي الاهلي متأثرة بدنية طيب النادي الاهلي فضل الفريق مطير الاتنين فول باكس طوال الشوت الاول لا اعتماد طبعا في فريق بيتروجيت مش هيهاجم النادي الاهلي كتير وهيعتمد على الحجمات المرتدة وبرضو كعادة النادي الاهلي واضح جدا في مرات الاخيرة هجومه فيه بيبقى هجومه جديد جدا فيه الداية الاولة حتى في مرات سموحها اللي اخسرها هاتها اتنين النادي الاهلي في ديئات المباركة هو الطرف الافضل هو اللي بيهاجم كتير هو اللي مستحوض واسموحها استغل الهجمات المرتدة عن طريق مرانحة قدر مجدي افشا باستلامة اكثر من رائع داخل منطقة جزاء استلم كرة طولية شوفنا كرة طولية النادي الاهلي بيعملها كتير حتى مقايام بيتس موسماني استلم كرة طولية خلفت فعبتروجيت ويحط الارتو بشكل مميز عشان النادي الاهي يتقدم فيه نتيجة اول ملاحظة انا لحظتها في مباراة النهاردة حتى اكتر من المباراة السابقة لعبتي النادي الاهلي كان واحدة من النقط اللي انا بنتقدهم كتير او ايام بيتس موسماء او الفترة اخيرة يعني بتكلم في اخر خمس شهور بالذات بالزبط بالزبط من ساحب وبعد نادي الاهلي خسر بالمصري انادي الاهلي خسر بالمصري تعادل مع الجيش تعادل مع السلاميكا بعد كده اتغلب من الودات في نهاية الدولة بطول افرق في الفترة دي انا انتقدت كتير لعيبة النادي الاهلي انه هما في التلت الاخير بيلجأوا الى الفردية اكتر من اللعب الجامعي وهات دي مثلا بسيطة على البورد لنفترض محمد شريف قدر ان هو يختارك الحتة دي وخد المساك ده معاه وطهر محمد طهر الغيات هنا هو دخل العمج عشان يسيب مساحة العالي معلول ونفس الامر على الناحية اليومنا حسين الشحات دخل ما بين المساك والفول باك عشان يسيب مساحة لمحمد هنا ونفترض الكرة هنا مع مجدي افشة افشة في المنطقة دي كان معتاد ان هو دايما يلجأ الى التزديد كحل اولي عنده اكتر ما يبص دي اللاعبين في الماتش في بترجيت انا تبعت اللعيبة اللي بتستلم الكرة خلي ما تضي الجزاء بدأت اللاحز ان كلهم بيبصوا الكرة فيه هجمة للنادي الاهلي في الشوط الاول مجدي افشة خد الكرة كان طاهر نزله عشان يسحب معاه الفول باك ده وفعلا افشة ملاجأش للتزديد مرر الكرة لطهر محمد طهر طاهر عمل شكله ان هو هيسدد راح الفول باك بتاع بترجيت ضامن فساب المساحة لعلي معلول ففضل المساحة فواحدة من النقطة اللي شفتها النهاردة دي امر من اللاعبين بحت يعني ده قرار فردي من اللاعبين بحت ولا في اي تاكتك متفقين عليه ولا في اي خطة متفقين عليها في قط اللبس مش اي كلام من كلام ده ده قرار فردي بحت من اللعيبة انه هم يلجأوا للعب الجماعي اكتر من اللعب الفردي واضح جدا 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 ان اللعيبة كانت بتفضل نلعب مع بعض اكتر ما نلجأ الى الفردية لسابين اول سبب لانها رجعت الفردية فيها مغامرة شط كم شطة كده وتروع وره طبا ملعب هيبقى شكل يوحش قداني المدرب الجديد هيقول ايه ده انت الفنش بتاعك مش كويس تزديداتك مش قوية وكمان انت متلعبش جماعي وطبعا النقطة التانية ان انا ابين للمدير الفاني ان انا بلعب جماعي يعني هما دول في وجهة نظري سببين خلوا لعب منادي الاهلي في ارض الملعب يلجأوا للعب الجماعي اكتر من اللعب الفردي اللي كانوا معتدين عليه في اخر فترة بيتسو موسيماني في اخر اربعة شهور اللعيبة كلها كانت بتلجأ للحول الفردية اللي يروح هنا لشوت حتى احنا اتكلمنا على القرارات الفردية السيئة في الخمساشر ديئة للموبايات الاخين للاهلي بسرط طبع الاجهال الزهني وكمان قرارات اللعيبة وحشة قرارات اللعيبة سيئة بيلجأوا الى التزديد في توقيتات بتبقى الفرق اللي قدامك عاملالك بلوكات جمدة جدا 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 فصعب ان انت تشوف المرمة بشكل كويس ده انت بتشوت والسلام النهاردة لحد ما لاحظت ان لعيبة النادي الاهلي لما بيوصلوا للتلت الاخير من عند المنافسين بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هما يبينوا للموديل الفاني ان احنا بنلعب جماعي بنختار الحل الجماعي اكتر ما بنختار الحل الفردي طيب دي قلت لكم انا هقول لكم على نقطتين شفت لاحظت لاحظت ان هما فيهم تغيير النهاردة في لعيبة النادي الاهلي لكن مفيش اي بصمة للجهاز الفاني الجديد مفيش اي بصمة للموديل الفاني الجديد عاجة تانية مع فكرة اللعب الجماعي ان لعيبة النادي الاهلي الهجوميين كلهم بيرجاوا يدفعوا كلهم بيرجاوا يدفعوا بنفس الحماس بتكلم على مثلا اللي بدقوا بنتكلم على اللعيبة الهجوميين افشة مركز عشرة محمد شريف مركز المهاجم الصريح طهر محمد طاهر الليفت وينج ويحسين الشحات الرايت وينج قاعدة طهر محمد طاهر بقاله مطشين بيقدم مجهود بدني خرافي وزايد جدا جدا عن لزوم وخصوصة في الشق الدفاع اديكم مثال هتلاقوا كمية التاكلينجز اللي عملها طاهر محمد طاهر في اخر مطشين للنادي الاهلي ارقامها كبيرة جدا اي كرة مرتدة من هجمة للنادي الاهلي بتتعكس على فريقه على طول بيعمل تاكلينج شان يوقف القرة اما انه بيعمل فاول او يخرج الكرة قوت طاهر محمد طاهر في مساندته لعلي معلول ممتازة جدا 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 في الشرق الدفاع مش مش احنا حتى مش حاسين ان عالي معلول في المطشات الاخيرة يعني اه طبعا عالي معلولها مستهل فردي عنده مشكلة كتير لكن الجابهة نفسها بقى طاهر بيرجع يساعد فيها كتير نفس الامر حسين الشحات على الجابهة اليومنا بيرجع كتير للدفاع مجدي افشة بيرجع كتير دفاع ده بسبب ايه ده بسبب اللي عايزة تقول للمدير الفاني على فكرة احنا مش بنسيب الفول باكس اللي ورانا متعريين او ما بنعملش الدور ما بنعملش الدفاعي واضحة اوجهة واضحة جدا بقى النهارده اعملتش سموحة طبعا بسبب التاخر في النتيجة كان فيهم ساحات شاسعة في الشرق التاني لما هني دخل كمساك وسابل لك اليمين انما النهارده طبعا اكيد المنافس ضعيف بمقارنة لما بتلاعب فريق من الدوري الممتاز لما بتجد احد انديت الدرجة الاولى النهارده اللعيبة بتحاول عد المطادة انها تقول للمدير الفاني رسالة احنا بندفع احنا بندفع هما دور اكتر مقطتين فنيتين شفتوهم في فريق النادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي هما فعلا بيقدموا نفسهم لريكاردو سوارش في اول مباراة رسمية له خليكم معايا نفتكت المطش الجاي ان شاء الله هيبقى يوم الثلاث مطش الجونة ونتفرج عليه ونشوف مدى تطور اللاعبين في النقطتين دول لان طبعا اكيد الجهاز الفاني اللي بقى تشغال على رفع الاحمال البدنية يعني ستيب باي ستيب كده عشان يقدر يرجع اللعيبة للفورمة القديمة ان هما طبعا بداية من يوم 12 سبعة هيبقى عندهم كم مباراة هائل جدا 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 زي ما قلت من 12 سبعة لغاية 10 ثمانية اندي الاهلي هيلعب تسعة مباريات كاملة تسعة مباريات كاملة بواقع مطشين لبدة اسابيع مطشين 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 وفي اسبوع هيلعب فيه تلات مباريات فحمل بدني تقيل جدا فلسه الجهاز الفني لا يقيم لسه ريكاردو سوارش ما عندوش المسايا حنيعمل اي بطنة الفريقة ولكن نقطتين دايما نفتكروهم وركزوا معايا عليهم في المباراة الجاية اللعيبة بتوصل للتلت الاخير بيلعبوا جماعي مع بعض مفيش لعب فردي والنقطة التانية ان الاربع لعيبة الام المينيين البلايميكر الاثنين الوينجات اللي على الاطراف ومهاجم الصلاة محمد شريف كلهم بيرجعوا في الحالات الدفعية وما بيخلوش خالص 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 في الشق الدفاعي الف مبروك للنادي الاهل وجماهيرو طبعا اكيد طبعا التأهل لي مباراة النهائي لكاس مصر نتمنى نشوف مباراة كنا جميلة يوم واحد وعشرين يوليو فيه ادارة فنية بورتغالية خالصة فريرة في الزمالك وسوارش في النادي الاهل شكرا جزيلا لكم كنت معاكم كريم سعيد اشتركوا في القناة